ألم يكن ريسوني مدركاً في تصريحاته أنها تشكل تحريض ودفع نحو الفتنة في المنطقة؟ هذا شيء واضح أستاذي الكريم هو يدرك أكثر مننا جميعاً على أنه ما يقول يتجاوز حتى الإدراك بالخطر أو الضرر اللاحق لأنه يدرك أن هذه دعوة من دعوات التطرف أول في التعامل مع العزل من صحراويين أشقائنا الصحراويين والأكثر من ذلك هو الدعوة إلى التطرف والإرهاب نحو دول قائمة وسيادات دول عندما يقول أن الزحف نحو تندوف فأنت تتكلم عن النفير العام والجهاد ضد دولة مسلمة أزلاً يعني على الأقل لو كان يدرك أو هو يدرك ولكن لو كان يدرك الصواب كان على الأقل نادى للجهاد لتحرير سبتة والميلية من يد الإسبان هذه معروف أنها مدن مغربية ولهم الأحقية في ذلك لو كان على صواب يعني الدراية موجودة ولكن الصواب غير موجود كان نادى على الأقل بتحرير سبتة والميلية وممكن كان كنا كجزائريين وموريطانيين وحتى صحراويين كنا سنكون لهم السنة لأنه يطالب باستقلال بلاد ويطالب باستقلال كذا إذا كان يريد حقيقة يريد الصلح للمنطقة فهو أسمى من ذلك على أساس يعتبر أو يصنف كعالم في الدين لأنه كان يدعو من المفروض إلى التسامح يدعو إلى السلم يدعو إلى كذا ولكن تجاوز كل هذه الخطوط لأنه هو أصلا قام قتلك أستاذي معروف منذ السابق لأنه أعطيك مثلا أنه داخل المغرب حتى شعبيته داخل المغرب محدودة ولكن قوته داخل المخزن معروفة لأنه خلال مثلا السنتين الأخيرتين من 2019 و2018 إلى سنة 2020 كان هو العراب الحقيقي للتطبيع مع إسرائيل لماذا لم تتحرك الأحزاب الإسلامية والطيارات الإسلامية في المغرب ضد التطبيع مع إسرائيل لأنه الريسوني كان مكلف بمهمة حقيقية داخل هذه الكتل الإسلامية والإسلامية النقطة الثانية من أمضى الاتفاق التطبيع مع إسرائيل لا ليس حزب العدالة والتنمية الحزب العدالة والتنمية يعتبر الريسوني هو المنظر الفكري والمنظر الإسلامي والمنظر المنهجي لحزب العدالة والتنمية الذي أمضى وهذا هو الخطر الحقيقي الصهيوني على المغرب وعلى المنطقة بطبيعة الحال هو لو كان فقط أبسط شيء لو كان يريد الخير للشعب المغربي هو لن يريد لنا الخير كجزائريين أو مورطانيين أو صحراويين لو كان فقط يريد الخير للمغاربة كان على الأقل نادى بتحرير ما يسميه الإسبان الذين يحتلون مدنهم أكرمكم الله ما يسمونهم بالنساء البغال هؤلاء نساء شريفات أشرف من حرمته كرجل هؤلاء نساء يعمل في الموانئ في سبتة والميلية يعمل حمالات أستاذ الكريم حمالات امرأة حمالة سميت بهذا الاسم من طرف الإعلام الإسباني لدرجة قوة تحملها سمين بالنساء البغال لو كان لديه مستوى من الصواب والوعي لا نادى على الأقل بأبسط شيء بتحرير ما يتكلم عنه حقوق المرأة يتكلم عن مقاصد الشريعة في إعطاء مكانة حقيقية للمرأة في الدين الإسلامي وفي المجتمعات الإسلامية هو لم يتحرك بهذا ولكن لأنه يوجد من يحركه كبيضق فقد اتجه إلى البعبع الذي يريد النظام المغزن أن يصوره للشعب المغربي يريد أن يصور الجزائر على أنها أخذت خيرات وثروات المغرب على أن جزء من الجزائر هو تابع للمغرب على أنه كذا الرجل مكلف بمهمة كما قتلك الآن بدأ في مهمة ثانية الخوف الأكبر الآن الخوف الأكبر باعتباره أنه هو قتلك تحرك باسم تكملة كما قلت عذرا فقط قتلك أنه الاتحاد العالمي حتى أنه نضرب القانون الدولي أيضا لأنه فيه اتفاقيات بطبيعة الرحال وهذا ما نتمنى أن تتحرك مثلا نتمنى مثلا من منظمة المحامين الجزائريين أن تتحرك برفع دعوة قضائية ضد هذا الشخص باعتباره أنه قام بالتحريض على الجزائريين لأنه بحكم التطرف الديني الذي يتكلم من منطلقاته يمكن أن نشهد مثلا عملية ضد أي جزائري سواء في الجزائر أو خارج الجزائر وحدثت كثيرا جدا مثل هذه الأمور لذلك نخاف على أبناء الجزائريين لذلك ننتظر من المحامين الجزائريين عن طريق النقابة نقابتهم مثلا رفع دعوة قضائية داخل الجزائر وحتى خارج الجزائر للمطالبة بمحاسبة هذا الشخص لأنه يستعمل الدين في الغلو في التطرف وضد الجزائريين